السلام عليكم حبيباتي صباح الخير عليكم إن شاء الله الفيديو ديالي هادي تلقاكم كاملة مهنين وبخير على خير كي مراكوا تشوفوا في الصورة هاد الفطائر اللي وشو نقول كم يشهوا يجوا بزاف ابنان ونفرحوا بهم وليداتنا على بلكو مراهم ليك في مرحلات الاختبارات وكيدخلوا من المسيد هكذا كيفرحوا كيلقوا الأم ديالهم ومجدت لهم حاجة ابنينا ليحبوها بياسو عايكو تعرفوا دراري يحبو هاد النوع من الأكلات صغيرة درت فيها البنات الخبز اليابس المرحي درت فيها شوية فلفل الكحل شوية فلفل عكري شوية كركم ملح وينسوق شوية تعزيت باش نقدر نعجن هاد اللحم ديالي مكش مأس هالبنات فطائر ساهلين مهلينين داروا في وقفة ميددوش الوقت ماذا بينا كومي موصفة يكونوا بنا نو ماذا بينا يعني ميددولناش بزاف الوقت هنا يا البنات العجينة اللي بارتاجيت هادي جا معاكم جي بزاف بزاف بنينا زوج كيسان تحليب يكونوا دافئين طبعا انا هنا درت في البيتخان لك انتو ما تقدروا ديرو يعني بيديكم مغير فا تاع خميرة مغير فا تاع سكر نسكا ستازيت و بو دياوغت ناتيغ هادي تقريبا نفس لابات تاع البيتزا اللي درتها معاكم الكاس زوج كيسان لولانيين خلطوهم ينسق بالفوي ولا بيدينا او بعدها نكملو الكمية تاع الفارينا هاوليك الكاس الثالث و درك تشوفو الكاس الرابع كيف كيف نزيد نخلطها ما زالها محتاجة زيت الكاس الخامس هايلي كلابات زيت الكاس السادس ما درتوش كاملة درت النص ديالو و لا شوية كتر من نص و خليت هاد الدور هاد العجين ما تحتج العجن نخلطوها شوية أنا برك نستعمل بيتخان بسك عندي مع الأخين نزيد ربع ولا نص مغير فاتع زبدة ممبا ممبا نص بش تعطيل بنا لاباتتا و ما تنسوش الملح طبعا و هايليك لاباتتا يواجده جي الشبه غير تمسوها تعرفوا بليكسة تونبات ليجي يعني الفطائر هايجو بزف بزف شبين نغطي عليها و نخليها تخمر هدا ما كان انا كي مادرت كي ما اقولوا درالي البويون هادوك يعني الافيونداشي ديالي حطيتها في الباني نوز اللي بنا تشوفوا هاد التدبيرات تعال البابي كويسان يعني يعطيها الصحة يعني يعطيهم الصحة اللي قالوا لي عليها ديروا البابي كويسان وتحطوا قلحم ديالكم و لا اي حاجة حابين تشوي بها والله يتهني من هادك يعني كشون قولو حنا التغنجيقة تعال شتور الباني نوز ديالنا كيتتوسخ الفطائر نقول لكم ما تطيبوهاش خمسين بالمئة ابرك بش يكملوا طياب ديالهم في العجينة هنا درت فيونداشي درت فوقها اولاد الجج او بعداتيك الفورماج البنت تقدرو تبدو فورماج مع اللوول انا درت البيض مقلي قليت البيض نصطياب تانيك و حطيتو والاضافة تتحبو زيتون ديرو وش حبيتو وش عندكم في الدار او بعد تلمو لاباتتاعكم بالطريقة لك وتشوفو فيها وتحطوها في البلاتولة راح للفوق انا نحليت معاكم واحد اخرى بيانسور كي تديروها لوزات خلوها ترتاح شوية شوفو هنا درت فرماج او بعد تزدرت الفيونداشي او بعد تزدت هادوك الاملات البيض هادا كديالي او بعد تزدت فرماج وغلقتها 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 كانت الكمية تالفيونداشية كانت بالشبعة تكون مليحة يجو بزاف بنان يجو طريين وشون قلكم نخليهم ندير لهم بيانسور حبيبات اولاد الجاج من الفوق تحبو ديرو جلجلان تحبو ديرو سانوج تخلوهم يرتاح و يزيدو يخمرو باش تحطوهم يطيبو تسخلوا من فوق ديركم على 180 درجة وتحطوهم يطيبو تشوفو النتيجة وشون قلكم يا البنات تجاو مخالفين من يديكم ابنان هاداك الفرماجي جي دايب بالداخل شوفو كيف اشلا يعني لابات شوفو كيف طابت راهيلك جي ماكاش اسفنجية يعني والو فارغة مااداك الفيونداش يشتو كش دوزنه بطبع المهير فطائر يجو بزاف بزاف شابين وهيليك النتيجة قدام عينيكم هنا لابول دياليف هاد الفطير اللي فتحتها مكاة كانت صغيرة ميفلي بول الاخرين كانت لابول تعال فيانضاشي كانت كبيرة جاو تن موندرير يدخلو كلوهم اسما جافيبالوطان باش يعني انفيمي لكم بطبع هادي هي شوفو البنات اهمني كيف اشيجو تحبو ديروهم صغار تحبي ديروهم كبار كي ما حبيتو شوفو هناني قسمت لكم حدو خلا شوفو لابات كاش تجيل داخل فارغات جيت طيبة بطبع شاهدكم يا البنات في الجنة هادي هي البنات وهنا يا بياسيخ جاي باقتا جاي معاكم كشو نقولو احنا لي لم ليالي ديالي كي خلاص نهارين ونقعد يعني ندير عملية تشطيب في المطمخ كين بزاف لي تقول لكي الله يبارك انتي شاطرة يعني نحب نقول لاخوتاتي اللي عندهم مشاكل صحية لي عيانا خلاص تعبانا كرهة مشغل صدقوني مراهي شطارة تقدرو تقولوني كوراج والله كين بزاف حواج ران نديروهم كوغاج برك مش قضية باسكو راني شاطرة قافزة ولا راني بصحتي على بركم لو كن من ديروش كوغاج ومن حاولوش اننا نسيفو على روحنا ونباك بالوقت بالوقت تولي عادة تولي عادة تعودي مريضة ماشي مريضة عيانة ماشي عيانة لازم ديري الأعمال اللي لازم ديريها بيس كدوكم نقول لكم المشكلة ونراهو لو كانت ما تخدميش هاد الخدمة سيختولي ما عندهاش الوالي دوك على بالي نلقى أخوات يقولوا لي وراهي بنتك البنات أنا بنتي الحمد لله تعاوني يعطيها الصحة لكن أنا منيش من نوعة عن النساء اللي نعطى البنتي على قريتها ونتك عليها ونخليلها كاملة تيك شغلت الدار وانا كموش نقعد ندير يعني وهادي تقعد قضية آراء يعني ماشي ما عندهاتو ما ما عندكمش الحاق ولا انا ما اولا انا عندي الحاق ولا كل واحد كيفاش يعني ينضب حياته وانا عندي العزاب وعندي البناتها نخدمهم كاملة النهار اللي نسحق اني يخدموا يخدموا وولا ما كي نكون لاباس بصحتي وقدر نخدم يعني المينموم نوض نخدم هذا السرفيس ديالي ماشي بنتي نعطلها لتخدم الأشياء اللي نوعاً م وانا ينضيرهم وكل وقت ووقت يخي الاباس بك تشوفوا هنا دائمًا قبل ما نبدأ نخدم البنات كي مانادك السلكة ورح فيها يعني بدلتوا وجبت واحدة آخر هاوليك البنات هنا يا هاول الكبير هادوة على مرج مدينة والله يصدقوني هاي لينه بلبزاف جبت واحدة جديد وهنا بس كنا السلك مستهانعلي في المطبخ ديالي انا المغارف والطباصة والكيسان كاملة في الحencial ويقعد بيانات البولتال بيتران بسكي ديلي بزاف بلاسة هادو ما نخسلهم بيدي سكي في البوتاجي فيها فيها وكين بزاف ليجيب لهم ربي يعني كيكون لافيسل ماانتها خلاص ماكشي وقفة في البوتاجي لافيسل لفونتاشتها تخسلنا لما عنديرنا بدرجة حرارة عالية من قدرش نديرو عيني لما عنديرنا تعقموا بيا بالمياه تنقص علينا شغل لكن هي بداتها فيها شغل وقبل ما تحطين معنك بيان سيوخ في لافيسل لازم بيان سيوخ تغسليهم شوفوا البنت هنا رح نبات ترجيق معاكم وحي التدبير نديرها في المطبخ ديلي التدبير ددو حي يا محضة البنت حناك نخسلو في الكوزيني غدينا ولا لا بلاكتا عنات دائما الحاجة اللي نعجزو عليها هو هاد لاغري هادية يا أخي هادية قالو غنا وش وليت ندير البنت وليت نخسلها سيوخ بلاس شوفوا البنت ما انتا مشي نجي بدها لبلكم بوطاجي صغير تبدأت تداربي معاها تعدي تعجزي لها أما كي تعودوا ترغونو لها هكدا سيوخ بلاس تقولي والله يا غير تعود لاغري ديالكم دائما تشعل شعير ودائما نضيفة أنا هادية التدبير البسيطة لكن يعني بالتجربة هادى الشيء لي ساعدني كنت نرفد لاغري ونديها اللي في ديالي ونبدأ نخسل فيها ونبدأ ندرب معاها وتقيس لي العين من اللي يقولي تنخسلها سيوخ بلاس نبدأ بها يلولاني يندير هادى كالسائل تالقواني ونرغونها سيوخ بلاس وبعد نديها شليل هابورك وبيانسير الكوزينيا غاكو تعرفوا لابلاك كاين بزاف ليس قصاوني على مارك مارك روزيار سيتون مارك فرانسيس بسح ما نسحكمش بها بسك فيها الكوان ننسرتو هادى كالوسطاني وشونقلكم كاليتاف تنظيف سيفغي كالطيب مليح والغوب ستيتوسا ميل كوان تحا فيهم بزاف شغل شوفوا فيهم الحفاري وشونقلكم والله ستقوني تدي الوقت في التنظيف يعني هادى الرأي ديالي الشخصي ولو انه الغزيار سيتون مارك معروفا لكن مامتوفوا الإينكس تحا ماهوش تنكسا ميانا جمان فوانا الإسانسيال تكون نضيفة وتكون مقيقية وهذا هو الشي اللي همني في الموضوع ولا البنات هنا يا حبي تنقلكم بالليك الشغل وشقا تعدار يحب الكوغاج مشي ما انتا يزم تكوني بصحتك ولا ما كاش دو كلمة صحة ولا تقليل قدر كل باركا ما كاش في الصحة لكن وش نديرو قولي البنات وش نديرو لو كما نخدمو شكونا حيخدم لك شغلك شكونا حيجي يعاونك سيبو غسال لي نحاولوا ما استطعنا أننا نديروا الكوغاج راهوا كلش بالكوغاج كلش بش تربي ولادك بش تنصحيهم شوفوا البنات هنا ننوري لكم في هاد المقطع هادو تعال كوانن دفوا ايبانو تلمطيب تفاهم السخانة ولا شعلا فيهم كلي ديتاش ما يتلحاوش مشي مشي ديتاش هادا كتاع النار شتوكي التحمر يعني ما هش من نوع لي تقصلتوا لي تبرية لاش قلت لكم راني ما خبيت عليكم حتى حاجة غيسوا تخي تخي بيا قبل ما تقيسوا و بينسور اللي عندها او ماركتة كوزيني يخجبت عليها ماذا بيكم كتبو تحتالي قتلك الشيئ يستفد كمانا ، بالتقليم عني تعلم تعليكم العفسات بالإبانينا للعرفة مع فابيو كويسان في البانينز وراني شاركت معكم هاد التدبير ذوكم من لوجي ما عسلتش نستعملها يعني فا.. يعني نستعملها دي غيكتوة مو بس كتدي الوقت في تلقي الى هذه هي البنات بالنسبة للفيديو تاليوم على بل يبليك تحبو هاد اللقطات تحت تنظيف و تعتمدلكم شوية الكوراج كلي تكورجكم شوية و نقولكم دايما ننصحكم انكم كتروا الدكر تكلوا الله سبحانه وتعالى حاولوا انكم تتغلبوا على الكسل بس كالبلكم النظافة و تفح فيح و الريحة الطيبة تعطينا يعني طلع حنا المغالبور كنتو ما بتطخ ما تنتبغوش لكن تصدقوني سانوفي بليزيا بيسوغل منايدة للبنات دائما بش ميزر نخلكمش حاولوا انكم كيتكملوا و غسلوا و نشروا اهاكدا ميزر نخ موالو شوفوا اللي فيديالي دائما هاد العادة اللي و ريتها لكم ما عنديش مجيكباب بزوين استعمل منظيفات بالبزف ياخي البنات هذه هي خواتتي بالنسبة للفيديو تالي و ان شاء الله تكون عجبتكم و نقولكم حبيبة قلبي الى فيديو واحد اخر دمتم في رعاية الله و حفظوا السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته